وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تولوز بفرنسا الناشطة في العمل الإغاثي سيدة فاطمة جابر أهلا ومرحبا بك سيدتي بداية هناك أنباء عن وفاة 15 طفلا غالبيتهم من الرضع في مخيم الركبان جراء البرد القارس هل لك أن تصفي لنا أوضاع النازحين في المخيم؟ أهلا وسهلا أوضاع النازحين في المخيم يعني ما بدا شرح لأنه الوضع مأساوي نات محصورة ب13 كيلو متر تقريبا إلى سنتين يعني من 2014 حوالي 40 ألف شخص محاصرين تقريبا هون في حالة حصار من جهة الأردن محاصرين ومن جهة القوات التنفي الأمريكية ومن الفقائل من الجهة الثانية معارض محاصرين فناس ما في عندها أكل ما في عندها تكفئة عايش بخيام شو يعني متوقعين أن يكونوا ضاعي الناس كثير حالات وفاة في سيدة أضرمت النار بنفسها وبالخيمة بولادة تلاتة بسندس فتح الله عمره 24 سنة منظمات الدولية والإنسانية غايب غياب كامل عن أسفورة الوضع مأساوي طيب المخيم عانى العام الماضي من نفس الظروف القاسية التي عيشها الآن كيف تعامل المجتمع الدولي معه العام الماضي ولماذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة البرد الحالية للأسف للأسف المنظمات الدولية والإنسانية غايبة غياب كامل عن مأساة شعبنا يعني الأمم المتحدة أعلنت عن قلقها مجرد إعلان عن قلق أنه بدون يحاولوا يلاقوا إذا بحل دائم وآمن وموثوق وطوعي يعني هاي طوعي أنا ما في فهمتها شو هي يعني طوعي وفيه المتحدثة بإسم الأمم المتحدة السيدة فدو عبدربو بارود الموجودة في دمشق أعلنت عن قلقها يعني خلص هذا هو الرد الإعلان عن القلق مأساة شعبنا ما عادة تتهم حدا مأساة شعبنا أهنلت مأساة شعبنا غايبة غياب كامل عن كل المشاعر الإنسانية بكل مكان يعني بعرسال بالشمال السوري جندريس عزاز بالركبان بكل مكان كيف تقيمين جهود العمل الإغاثي من المنظمات الدولية الموجهة للمخيم يعني هل هناك رغبة في مساعدتهم أنا بتوقع الإهمار متعمد لأنه سيدة بارود فدو عبدربو بارود نصحتها نصحت بإرسال قافلة قافلة مساعدات غيابية القافلة الأولى كانت بنظمبر الماضي فقافلة كل بين فترة وفترة لمخيم لناس محاصرين شو بتعملها يعني شو بتسويها يا القافلة يعني أنا بتوقع أنه جمعيات حقوق الحيوان بأوروبا عم تشتغل أكتر من جمعيات حقوق الإنسان بالعالم هناك من يرى أن هناك رغبة سياسية لإعادة هؤلاء النازحين إلا أن نظام بشار الأسد يؤثر على هذه الجهود هل لمستم أي حقيقة لهذه الرؤية على أرض الواقع؟ أنا ما بتوقع لأنه ما في أمان لأنه من فترة صرح وزير اللاجئين بلبنان ونشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي أنه تم القبض على عدد كبير من اللاجئين اللي رجوا على سوريا من لبنان وفي منهم تم إعدامهم إعدام ميدان الناس حتى لو صار هذا الحل بحالة رغب وخف شديد يعني على حياتها بالأخير نعم عبر الهاتف من تولوز الفرنسية الناشطة في العمل الإغاثي السيدة فاطمة جابر كنت معنا شكرا جزيلا لك موسيقى